خلال لقائه كبار القادة والضباط أعرب نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة على ثقة الغالية التي أولاها سموه له بتعيينه في منصب نائب رئيس الحرس الوطني وتوجه الشيخ أحمد النواف بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه ومساندته وثقته الغالية التي يعتز ويفخر بها وأكد أن هذه الثقة السامية ستكون حافزا ودافعا لبدل الغالي والنفيس من أجل إعلاء مكانة الحرس الوطني والارتقاء به ليكون في مصاف الأجهزة الأمنية المتقدمة من الشرف العظيم أن أتولى منصبا تولاه قائدان حكيمان وعقلان مستنيران هما حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله الذين ترك في هذه المؤسسة بصمات لا تنكر وأنجازات على الدوام تذكر ولكن سيبقى دافعنا وملهمنا أننا على نهج سموهما ومسيرتهما سائرون ولن نحيد عما رسمهما لهذه المؤسسة من مسارات النجاح والتميز فأني أتشرف بالعمل في هذه المؤسسة العسكرية الأمنية برئاسة سيدي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح حفظه الله نهنأ أنفسنا في هذا اليوم المميز لتكملوا المسيرة المشرفة والعطرة التي بدأها سيدي حضرة صاحب السمو وتلاها سيدي حضرة سمو لعهده الأمين أبان توليهم منصب نائب رئيس الحرس الوطني ونحن كلنا ثقة بأن معاليك سوف تجعل الحرس الوطني وتخفز فيه قفزات جديدة ونقسم أمامكم اليوم ونعاهدكم بأن نكون خير السند والعون لمعاليك في المرحلة القادمة